اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة ببرمجكم حديث عراقي قبل أيام طيرت وسائل الإعلام العراقية ونشر وسائل الإعلام العراقية كما يبدو أن السلطات الحاكمة قد جعلتهم ينشرون هذا الخبر أو يتحدثون عنه على أساس أنه يطمن المواطنين أن السلطات صاحية وواعية وأن الأمن مستتب الخبر يقول بالنص أن صوات الانفجارات التي سمعت في منطقة من مناطق بغداد لا نريد أن نذكرها أن الأصوات التي سمعت في منطقة من مناطق بغداد في فجر أحد الأيام الأسبوع الماضي كانت بسبب قيام منتسب في الدفاع المدني منتسب في الدفاع المدني بمهاجمة منزل شقيقه بثلاث رمانات يدوية بسبب خلافات عائلية حيث أدى إلى حدوث أصوات قوية سمعت في بعض أزقة المنطقة الله أكبر أولا هو السؤال يعني هو هذا يجاب القنابل بيدية وهو هو من الدفاع المدني يعني حريق ما أعرف منه شنو علاقته بالقنابل شعر قنابل قنابل يرميها على أخو هذا أولا ثانيا هل هذه هي الحادثة الأولى أو هل هذه الحادثة البشعة الأولى في المجتمع العراقي الذي تتحدثون عنه وكأنه تطمنوا الناس وهل هذا تطمين للناس أم تخويف للناس ما الناس يومية تسمع مئات الحوادث من الرصاص وقنابل وقصف ومصائب كبيرة طيب ما الذي يحدث فيها لشو الأمن مستتب وهذه حادثة يعني كل ما أعرف 50 سنة صير مرة وسمعها العراقي واستغرب شنو هذي وين هو قاعد يعني وين بجنيف ما هي المصيبة أنتو وين تتحدثون هو في اليوم اللي يمر ما يسمع بأصوات الرصاص يستغرب هو هذا اليوم اللي يتحدثون عنه ويفترضوا تقولون هذا اليوم مار من الساعة الفلانية للساعة الفلانية ولم يسمع العراقي أهل العراق أو أهل بغداد أو أي محافظة لم يسمعوا رصاص أصوات الرصاص هذا هو قاعد حال بالتالي أخبار البشاعة التي التي تحاولون أن توصلوها المجتمع وتقولون وتريدون أن تقولوا أن سلطات السلطات الشرطة سلطات الأمن قادرة أن تلقي القبض قبل أيام كانوا يتحدثون عن طفل لا يتجاوز 12-12 سنة قتل أمه وأبوه ما عرف منه وقتل أخوه واخته شنو البشاعة تحدثون عن أم قتلة أولادها الصغار رمتهم بالشارطة يتحدثون عن ما عرف منه وحدهم الزوجة أربع رجال كلام شنو هذا شنو هذا المجتمع ليش وصل المجتمع لهذه الدرجة ما هذه الأحزاب تدعي إنها أحزاب إسلامية وجثت تحمي العراق والعراق برفاهية إذا كان المجتمع بخلل وبمرض فكيف لهذه الأحزاب تدعي إنها أسلامية الإسلام دين السماحة دين الأخلاق دين التربية دين القواعد القيمة دين الرحمة دين التسامح دين الطيبة هذا الإسلام هكذا جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم مو هذا الكلام اللي تقولوه المجتمع تحول إلى 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 معرفة غابة أم تقتل أولادها طفل يقتل أمه وأبوه واحد معرف منه شارب مخدرات يدخل على عائلته يقتل أربعة خمسة يقتل عشرين وين هاي؟ وقلوه أنه السلطات الأمنية بقت تتقبض عليه وين بقت تتقبض عليه؟ يعني هذا يدل على أن السلطات الأمنية واعية واستطاعت هو هو أنتحد من الجريمة أنت بعد وقوة حام قبلها وهذا المفهوم يعني أكو مفهوم خاطئ الأمن يتحقق في من اختراق اختراق أي شيء مطبيعي يعني حارس المرمى ودائما نقوله حارس المرمى يدافع عن المرمى من أمام المرمى ومن داخل المرمى ومبعد ما يقولون عليه هو يخش بالمرمى ويطلع من المرمى لا فالأمن في المجتمع يجب أن وقوة الأمن اللي موجودة يجب أن تدافع عن الأمن قبل أن يحدث أي اختراق إليه أن تمنع اختراقه مو مخترق وتمسك المخترق هذه الكارثة وهذه مو وظيفة الأمن ووظيفة الحكومة ووظيفة كل قطاعات في الدولة وظيفتها أن تعدل من المجتمع لكن المجتمع يغذى بالفكر الطائفي والانتقام والفكر العشائري ما احترامني لكل العشائر الفكر العشائري الانتقامي والثارات هذا مصيبة ومجتمع يغذى بالمخدرات والمصائب والبطالة والتفرقة والفقر والمرض والجهل والأمية يؤدي لهذا الكارث هذه المصيبة وبالتالي يقولون أن هذا مختل عقليا هذا يتعاطى المخدرات هو من يجعله يتعاطى المخدرات من يجعله هذا أبو الدفاع المدري يشيل ثلاث قنابل لأنه سلاح منفلت لأنه سلاح منفلت لأنه الكل يحمل سلاح كم قطعة السلاح وكم قطعة قنبلة وكم مدفع حتى دبابات تمتلك العشائر طيب ما هذا؟ من المسؤول عن كل هذا الخراب؟ وهذا يقولون لنا دولة ونحن سوينا دولة وبنينا ونحن بنينا هذا المجتمع هذه صورة المجتمع خراب في خراب بمصائب قتل وذبح وانتهاكات وانتهاكات أعراض مصيبة من كثرة الأخبار التي تسمحها وتشوفها والفيديوهات التي تشوفها تحتار هذا الشعب العراقي الراقي الجميل الرائع البديع الذي صنع كل هذه الحضارة يصل إلى هذا المستوى والصدو النماذج السيئة هي التي تبرز على السطح وهي يجب أن تسود وين يكون مجتمع؟ المجتمع كان طول العمر ما لنا علاقة بالنظام ما لنا علاقة بالنظام ملكي وجمهوري وسابق ولاحق ما لنا علاقة الها علاقة بالوقت الحاضر انت شدد تبثلهم من سياسة حكومات الها علاقة في تكوين أخلاق المجتمع في ضبط المجتمع في ضبط القانون فبالتالي نحن أمام أسرة مفككة مجتمع لا يلمش شعث هو أحد لماذا؟ تدعون الدين؟ أنتم كأنكم تحاربون الدين الإسلامي تريدون أن تقولوا نحن من الإسلام لأن من الإسلام لا يمكن المسلم أن يعمل هكذا والجاهل سيصدق أنكم من الإسلام وترتكبون هذه الأخطاء فالإسلام بخطاء حش الإسلام فهذه هذه المصيبة فلذلك البعض يقول أن العراق سيكون خزان للإرحاد لأنه أنت دفعونا نعلم للإرحاد لماذا؟ ما الذي دفع بكم لأن تحكموا العراق بهذا الشكل؟ أمريكا وإسرائيل وإيران لكي يخرب العراق كافي سرقت ونهبت السرقة صارت ثقافة الفساد صار ثقافة انتهاك الأعراض صار ثقافة القتل صار ثقافة كل شيء ثقافة كل شيء التسرب من المدارس ثقافة الأمية ثقافة وين هو الدين العراقي؟ لماذا؟ وهذا البلد الجميل رائع بأهله من أقصى الفاو إلى أقصى الشمال أهله من أجمل ما يمكن من الفلاح البسيط في البصرة بالأعمارة بالكوت إلى الفلاح بالشمال الكردي بالجبال إلى الغربية إلى الشرقية إلى الديالة إلى الرمادي إلى كل مكان موصي البغداد أجمل الناس أجمل ثقافة أجمل أخلاق أجمل تقوى ورقي ومجتمع جميل متماسك مزقتوا بهذه الطريقة لماذا؟ وين ماكوا واحد بلا عقل تضعونه أمام الناس لكي يتحدث لهم بكي ينصحهم وهو لا يعرف أن ينصح نفسه مملوء أخطاء وبالتالي وصلته الناس تحدثوا لي عن الخبر والله هذه الأصوات التي تديرون بها وهمها جديدة وهي القضية هنا بالأصوات للقضية جاء بالقنابل على هذا الرجال ولماذا القنابل هذه والأسلحة مبذولة عند الجميع والكل يستعملها لماذا؟ لماذا القتليش؟ يعني نهر دماء ثالث نهر هي دجلة والفرات يجري في العراق لماذا؟ وهذا سني وذاك شيعي وهذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا صابي وتالي وين وصلت العراق؟ بعد واحد عشرين سنة هم تقولون بعدنا دي نتعلم واحد عشرين سنة وهذا هو المستوى الذي أوصلتم به العراق مع الأسف الشديد يعني لا نقول إلا يعني يعني لك الله يا عراق لكم الله يا عراقيين على ما تتحملونه وما ترونه وندعو الله أن يزيل هذا الكرب عنكم وعنا أجمعين وقت تالي الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولترككم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم